بتحدي المتابعين لليوم ميكسات الأكل الغريبة اللي رح نجربها هي تفاح مع لبنة ومشروب غازي على برتقال مع لبن شنينة وضيفتي لليوم هي عروسة الموسم والبنت اللي كتير بتحب خطيبها وهي فرفوشة السوشال ميديا واللي صراحة بس تحضروا الستوري تاعتها بس تعدوا تضحكوا على روحها الحلوة ولا أسواحي الله يمزك شكرا شكرا ما في داعي ما في داعي أخوان أبدا كيفك شخصي أنا كتير مبسوطة أنه تعرفت عليك شخصي وكتير بحب روحك الحلوة عن جد الله يصدق يعني من الأشخاص اللي هيك بيعطونا طاقة حلوة على حرش الميديا حرشتي طب شو أكليتك المفضلة شو أكليتك المفضلة شو أكليتك المفضلة كبسة أوكي وإش الأكل المستحيل تأكلها مع كورونات كلها ها حبي ما بحب المعكورونات كلها المنخية المستحيل أحب الأكليت أسكى اللي لا تأكل بهم يا روح ها حب الرز منصف كبسة مقلوبة أول ميكس سوف نجربه هو لبن شنينة مع مشروب غازي على طعم البرتقال هلا سوف نلعب صراحة لم أتحب أكبر شيئي للمتابعين يزعلون مني على هذه ميكس أنا سكت رح كنسك رح يغب سكربوسي نلعب قربة الكسات نعامل هذه بصراحة أنا كثير خاف من هذا المكس مستعدة شروحي تصير حاسي حالا أنا أعمل تجربة كيميائية طب خلص اتقي الله الله ربي خلص بس 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 لا مش شاربة إذا لا أعطت منافسك وأنا بشرب هذه إذا لا أعطت منافسك يلا جاهزة واحد اتنين ثلاثة اللي اخلصها ايش بصير لا ما اخلصها اصدقيها ناياك لأخر الحلقة بشو الله ماذا؟ طيب لا يوجد أي رأك الشراحة مو زاكي ها نغطي عشرها الله واحد اخسارها سفر اخسارها لا تجربوها بالمرة نحن نقوم بتصرير من الأخرى نحن لا نحن نخرب لك تفاح لبنة تحب التفاح اللبنة حسنا زاكية زاكية لا أجد زاكية هي زاكية زاكية لكن أصدق أنه لما نغمس خيار أو جزر باللبنة ليه تفاح أعتبر أنه يبطيخوا جبنة زاكية جربوها أعطيها أخبيلي إليها فقط أروح ولغير أعطيك إياها أدي أنت أعطيها من عشرة لا أجد زاكية سبعة سبعة أنا أعطيها زاكية زاكية تفاح أسكلها تحية لخطيب ولاء ورحمات ولاء ورحمات ولاء يزعل أهلي أم يموت لكل العيلة جاهزة نروح نأكل أكل زاكي اليوم كمان عشان الديت أخذتك على محل بس بيعمل جاج ما شوي واحد من أشهر المطاعم بالأردن وكل الناس تحبها بيعمل جاج ما شوي على الفحم المنقل جاهزة هذه الطفولة صديقة الطفولة يوم يلا نهاية والله اليوم برد يا وله والله كتير انت محبين الصيف ومالشتر صبعا الصيف هذا بحب البرد غيرك في ناس بتحب البرد انا انا بعشق الصيف والشمس وانا والله الناس شو بتعمل بسكن بردانة تروح تاكل تدفع فاليوم اجينا على مطعم المنقل عشان ناكل اكل كتير زاكي جازم شوي ويكون نفس الوقت صحي عشان ولا عمنا دايت ايوه ببين علينا فاني هتكون يقدي التحديات طبعا انا اللي قد ها انتظر لنشوف 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 وصلنا انا وولاء هلأ لتحدي الضيف وما تخيلوا قدام نوعد نستنى ليجهزوا الأكل ونبلش ناكلوا وانا وولاء مش بزجوا عنين يعني بعد مرحلة نجو واختصري ختصري بدنا ناكل طيب ولاء ونبلش بأول تحديه هون بالمنقل هلأ هن اكتر اشي مشهورين فيه وهو الجاج تكة اللي هو المشوي فأنا وياكي نزلت النا الوجبة الفردية اللي هي بيجي معها قطعتين جاج ورز ومثومة وشو كمعان اه وخبز البوري هاد اهم اشي شوفوا هاتف هاد اهم اشي بالحياة هاد مش لديت ابدا على فكرة حاس حالة برمضان اه صح بعدين هنا مشورين بالمقبلات تاعتهم الزاكية بس أنا وياكي هلأ بما انه تحدي السرعة سنعمله بس على قطاع الجاج اه بيخلص اسرع هو البفوز بفوز بايش انا هاد بدي اوصله بايش بشرف الفوز بس دك جائزة نقدية ما في بفوز ما في السرعة صحي essa خلص الجنح مشباح لنرى الآن لتحدي الشف تحدي الحر السبايسي قدير ستتحمل النقطة السبايسي أنا جاهزة حالي كل حرق جاهزة يا الله واحد اثنين لكن هذه لا يوجد سرعة صح لا يوجد سرعة أولا هو الذي يخسر لا يتحمل أكلتها وأيضا تحديتها شعرت بالتحدي وما نهز فيه شيء يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما يهزك ريح أنا لم أعد رأيك أنا رساني تخدر هي مكملة ولا فارق عندها باي سيدة أنا مستسلم ما أعد رح منشكر مطعم المنقل على الإستضافة الحلوة والأكل كثير كثير زاكي وهي الصنصة الحرة ما أحد يجربها نصيحة نرجع نشكر ولا عروسكنا حبيبتي والله حبيبتي استنونا بحلقة جديدة من الوجبة السريعة سلام